السلام عليكم بهالفيديو ان شاء الله رح فرجيكم كيف ممكن نكسم الشاشة لنصين ونشغل فيهم برنامجين بنفس الوقت على الموبايل طبعا هذا الكلام رح يزبط معنا اذا كان في عنا على الموبايل نظام الاندرويد سبعة اللي هو الاندرويد النوقة زي ما انتم شايفين اندرويد سبعة طبعا رح تشتغل معك الطريقة بدون اي برامج على اندرويد سبعة طبعا الهدف من تكسيم الشاشة لنصين اللي هو تسهيل التنقل بين البرامج خصوصا في عمليات الكوبي والبيس خصوصا انه رح يشطل معنا برنامج فوق وبرنامج تحت طيب الطريقة بكل بساطة رح نضغط على زر الهوم ضغطة مطولة رح يطلع عنا كل التطبيقات اللي احنا كنا يعني مشغلينها على الموبايل زي ما احنا شايفين طيب اخواني رح نحدد البرامج اللي رح تظهر معنا في وضع تقسيم الشاشة علشانيك رح نضغط على شريط العنوان الخاص في اي تطبيق احنا بدنا اياه ضغطة مطولة رح تطلع عنا رسالة موجودة فوق اسحب هنا لاستخدام وضع تقسيم الشاشة بتسحب البرنامج وبترطلع وبتضيفها على الرسالة اللي ظهرت عنا بضل عنا التطبيق الثاني فكل ما عليك انك تضغط ضغطة واحدة على اي تطبيق من الموجودات تحت رح يصير في عندك الان وضع تقسيم الشاشة وشغال في برنامجين زي ما احنا شايفين بتقدر تستخدم البرنامجين بنفس الوقت على نفس الشاشة مثل ما احنا شايفين طبعا يعني زي ما حكينا الفكرة من البرنامج اللي هي تعمل كوبي وبيست بتقدر تتنقل بين البرامج بكل سهولة وكل يسر داخل التطبيقات وخلينا فرجكو كيف ممكن نلغي وضع تقسيم الشاشة طبعا رح تلاحظ في عندك اشارة الماينس بين التطبيقات هذه الاشارة بتضغط عليها وبتسحب لتحت فيك انت بتكون لغيت وضع تقسيم الشاشة على الموبايل لاحظوا وروحنا على زر الهوم وراح تلاحظ انه كل التطبيقات رجعت في الوضع الطبيعي طيب اخواني كان هذا الشرح اللي موجود معنا لهذا اليوم بنشوفكو ان شاء الله بشرح جديد في امال